أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أجمعين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم سب الجناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من النحتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حسى أنيناء ما الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر الإمام رحمه الله بيقول لنا أكلم لنا في شعب الإيمان وعدتها لنا لكن بدور بيأكد لنا أن المؤمن ما اعتمد فوقها فحسب بل في أشياء المؤمن حتى وإن كان أقام شعب الإيمان مجتنفها أعمال البسويها دل ربنا سبحانه وتعالى ما بساوي بفوقها فالعلماء بيقولوا حبطين العمل هو بس منعين السواب وورد في القرآن في عدة معاني والحبطين بن قسم حسب القرآن إلى ثلاثة أولا الإنسان كان مسلم هو أرتدى جميع أعمال لسواها ربنا سبحانه وتعالى بمنع سوابها لقول الله تبارك وتعالى في صورة البقرة ومن يرتدت منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم الجانب الثاني ربنا سبحانه وتعالى بيقول في صورة الزمر لئن شركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بمعنى الشرك كله بيحبط الأعمال أولا قلنا الردة تحبط الأعمال وثانيا الشرك بيحبط الأعمال ثم الكفر في حد ذاته هو كله بيحبط الأعمال كلها من أولها لآخرها إذن دل حبطين الواهد الثاني كان الأعمال في حد ذاته كان قايدات كله الإنسان ما بخرم من الملة لت المسلمين بكون مسلم لكن أعمال ما إن دهن ميزان إن الله تبارك وتعالى وربنا سبحانه وتعالى مسى اللي يهد في القرآن بيقول في صورة الحجرات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون دل مراد البخاري البلكلم فوق في البافنين أي جميع الأعمال الليهن ما بسلن الناد من الملة لكن ربنا سبحانه وتعالى منعا سواء أن طريق القرآن ولا أن طريق السنة النبوية اللي منعها دل الإنسان كان قال بمشي باها ده بسويها لكن أعمالهن الخير السواها دل ربنا سبحانه وتعالى ما بيعطي سوابها من غير ما بشعر بقيف يوم القيامة عشان النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة قال المفلس تيرفوه الماين ده الصحابة قال لل ما إن ده كوفه ما إن ده درمر وما إن ده دينار قال لم لا قال لم لا المفلس ده بس ألبيجي يوم القيامة اللمس ده شتم هذا وضرب هذا واكل حق هذا وكذا كذا الى اخر الحديث قال لم ان نادم البجي يوم القيامة اللمز دا شالها نحق دا ضرب دا اير دا هو بس المفلس اشان شنو اشان ربنا بشيل حسناتها حسنات بكف باها الناس اللي هو ظلمهم في الدنيا حكا ما اند حسنات كان ربنا سبحانه وتعالى بشيل من المظلومين بشيل سيئاتهم هو بصبها انفوق خلاص بفضل شنو ما اند شيك محتث من جميع الحسنات وملئ من السيئات اذا البخاري بقول وقال ابراهيم التيمي ابراهيم من فقهاء التابعين معروف من الايمة بقول ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا وفي رواية مكذبا مكذبا بمعنى خشيت ان يكذبني من اذا رأى عملي مخالفا لقولي اشان هو واعس اصلا بواعس للناس ها قال بخاف قال كان يوم بس قمد وعارت قارن بين كلامي اللي بقولها وبيخدمت لجيتها ان مام الساويات ده قال بخاف ولا ببقى من المكذبين ولا كان النادم البشفني بارفني انا بقول لهم قولوا الله قال والرسول قال وهو خدمتا مخالف لأقوال قال مخيفة من الناس يائك الزبوني ده كلام هنه ابراهيم التيمي بقول الامام البخاري بقول وقال ابن ابي مليكة ابي ابن ابي مليكة واحد من التابعين وحضر عدة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الناس الحضرهم حضر السيدة عائشة رضي الله عنها واخدها وحضر ام سلمة وحضر العبادل الاربعة وحضر ابي ابو هريرة وحضر العقبة ابن الحارس دولة كل روى عنهم هو ابي مليكة ولكن حضر الاعظم منهم في العمر كان حضر سيدنا علي رضي الله عنه وسعد ابن ابي وقاص دولة ما روى منهم لكن اشب حاب قول شنوب قول ادركت سلاسين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل قال الناس اذكرناهم اللي هو حضرهم وعايشهم ده قال كلهم من اولهم لاخرهم بخاف لنفسهم من النفاق بينما الامام القرطبي قال هم مأمونين من النفاق لكن ادركوا وقوا في زمن الزمن الغير بعد النبي عليه الصلاة والسلام هادركوا الزمن ده لعلهم بيشوفوا كانشافش قول ماكالكالهوماد هارودا لعلهم كلا بيكونوا من الناس اللي ساعدوا في الباطل عشان ده ربنا سبحانه وتعالى ان كن ياخذهم والامام البخاري جاب الكلام ده عشان بيأكد لنا بيكون الصحابة رضوان الله عليهم هم كلا مقردين على ان اهل الايمان متفاوتين وجاب الباب ده عشان بردبية للمرجعة عشان تعرفوا المرجعة تفردوا في جميع المذاهب هم الوحيدين اللي قالوا الايمان وحدة تل بنجينادهم قد الاعمال ما لموهن قالوا اي معصية ده ما الايمان ما ابتدر كلام المرجعة لكن جميع الصحابة خلاف لكلام هنا المرجعة ده الامام البخاري جاب بيأكد لنا هدى قال ويذكروا حسن عن الحسن ويذكروا عن الحسن اي بيقولوا ان الحسن الحسن هنا الحسن البصري بيقول ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق هنا العلماء اختلفوا الى بكان ولا انقسموا في فهم كلام الامام الحسن البصري ده لثنين الامام النووي وابن التين وغيرهم قالوا القصد هنا بيأ الله ما خاف الله الا مؤمن ولا امنه الا ولا امن مكر الله الا مؤمن واستدل بقول الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ولا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون هنا استدل بيد الامام النووي وابن التين وغيرهم بينما ابن حجر رضي الله عنه بيقول لا في رواية تانية اكد كلام الحسن البصري ده معناته ما خاف من النفاق الا مؤمن وما امن النفاق الا منافق هما الاولان قالوا القصد ده قصد من خوف من الله وهما هنا كان قال الخوف من النفاق وهو بس البيجي كالكلمة تبويب ترجمة البخاري للباب ده بيكلم في النفاق بيقول النادم بس كان مؤمن صهده بخاف لنفسه من النفاق النفاق هو شنو اظهار ما يخالف ما في الضمير مثلا تظهر شيء اكسل انت اكسلنا الارب بيقول شنو ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا بمعنى كل شيء اللسان الكلم بيده دبط الشيء في قلب الانسان ها في الاعتقاد كان جانب تاني ممكن انت تقول شيء هاو تظهر شيء تاني مثلنا لي في الاحاديث الماضية كون النبي عليه الصلاة والسلام مثل ليهم قال ليهم المنافقين لما الواحد بيقول لي البرد برودة الجنابة ده هو بدخل داخل بصف علمة في جلده داخل بمرك بس اشان يؤرى الناس هو سوى بينما المؤمن كان دخل بيتبع شروطه بقص المكان النجاسة وبيتبع الشروط الفرق بين المنافق والما منافق اذا الصحابة رضوان الله عليهم وجميع المؤمنين اللي لا نهجهم بخاف لنفسهم من النفاق اشان المؤمن وقد عمل دا بقدم دا ما بدري بكون عمل دا ودى ولا قدم لالله تبارك وتعالى على الوجه التام اللي اللي بدوره ولا تلف فوقه دائما شيف يقدر الآية نزلت ان السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الآية دي ما اناتها فوق الناس البسرقوا وبزنوا ولا شنو قال لا قال فوق الناس اللي بخصووا بعبدوا وبخافوا من الله ما يتقبل عملهم والذين يوتون ما آتوا قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجئون دا والقوني أليه لقاء الآية دي وقد نزلت السيدة عائشة رضي الله عنها سألت منا النبي عليه الصلاة والسلام قال لي دول الناس البزنوا وبزنوا وبزنوا بسرقوا وكيو اللي شنو النبي قال لا لا يا بنت الصديق قال لا دول الناس البصلوا وبصوموا وبصدقوا وبصووا كل شيء لكن قلبهم متكلا خايف الله هل تقبل العمل دا ولا ما تقبل حخوفهم دمالا بدسهم بزيدوا من الأعمال الصالحة ما بيقتصروا ما بيعتمدوا فوق العمل اللي هم قدموا ودبس بدور المؤمن دائما يكون خلاص بيقول وما يحذر من الإصرار أي وما يحذر الشيء اللي يحذر منا من الإصرار على النفاق وفي رواية على القتال والعصيان شتة تنين وردا على النفاق وعلى القتال إذن أي شيء الظنوب ربنا سبحانه وتعالى المؤمن في فرق بين المؤمن وغير المؤمن المؤمن اللي الإيمان سبت في قلبه ما بيصر فوق المعصية دائما كان سوى ضمد بيستغفر برجع لالله تبارك وتعالى منه وبهاوي القدر الإمكان ما برجع للمعصية اللي سواها أول اللي كان بيقى في خطأ تاني غير الأولاني بينما النادم الإيمان ما سابت هو بيقى فوق الخطأ نفس الخطأ بس أمباكر بكرره في فرق بين التوبة هنا بعض الأولى ما قالوا لا التوبة دائما بس كان أي شيء سويته سواء المعصية الأولاني واللتاني نجي ليه في باب التوبة قدام في الأحاديث القدام البخاري بيجيبه ونلكلم فوق بكانا لكن التوبة الحقيقية ده كون المؤمن كانتاب لالله ورجع من الاسم ده بيحاول القدر الإمكان ما بيقول كن رجعنا إلى الأخضر بيقول لنا شنو وأن يترك المعصية في ساعة أن كان متلبسا بها ولا يقول حتى يهديني الله فإنه من علامة الشقاء النادم البسي بيقول آه الله بهديني مذاكر قولا ما بيحذر من الشقاء ممكن بيكون من الأشقياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعاتبهم إذن البخاري جاب الكلام جاب الآية بيقول ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أي التائبين اللي ما بصروا فاكتوبتهم النادم البصر من الجملة الناس اللي أعمالهم تحبط الله ما بيسايبهم على أي عمل بيقدمو إذن البخاري حجته هنين بيأكد لنا أن الإيمان المؤمنين إيمان المؤمنين يتفاوت الصحابة إذا كان بجلالتهم وبقدرهم قال ما في نادم منهم بيقول إيمان هنا ميكائيل وإيمان هنا جبريل مكيا هالسبب شنو السبب ده عشان جبريل هوا ميكائيل عندهم عصم من الله تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون هم بعيدين من الوقوء فوق الخطأ أما طالما أنت إنسان ده أنت معرض للوقوء في الخطأ بس كان جينا لتفسير هنالآية في صورة أعراف الله بيقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف إن الذين اتقوا إذا مسهم شنو طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون دولة من الجملة الملائكة ده إيمانهم سابت والأولياء كذلك كما شرح كثير من المفسرين من الناس بفسر التفسير الإشاري قالوا أن الأولياء الواحد منهم مجرد جبقى فوق الخطأ ربنا سبحانه وتعالى بالهم هو بمرك منا ومثلوا ليه تمثيلها نبي بسيدنا يوسف قالوا وَلَقَدْ حَمَّدْ بِهِ شنو وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْحَانَ رَبِّي الله أَرَلَيْ بُرْحَانَ مِنْ بَرْحِينَ ربنا سبحانه وتعالى جرى من المعصية وبرى نفس منا كذلك الأولياء بيقولهم وكلا دائما الواحد منهم كان جبقى فوق الخطأ الشيطان الله بمكن بقلب الشيطان وانيا الفضلنا كان شرط الله يسد أشيرنا والله دينا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص البخاري بيقول لنا في الحديث رقم ثمانية وأربعين حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجعة قال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أبا وائل بيقول سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه من المرجعة وأبا وائل مثل مشاريح زكر هنين قال توفى سنة تسعة وتسعين بعد الهجرة إذن بمعنى المرجعة قديمين في الأحد القديم قاعدين قال سأل عبد الله بن عمر المرجعة دول دا بيقول كون الإيمان دا قول اعتقاد وهي دا تلكون الإنسان كان أعتقد لا إله إلا الله محمد رسول الله دا جدي كان ما خدم كان خدم كل ما في شيء كلامهم دا شنو ها عبد الله هنين عبد الله بن عمر في حديث مسلم رواء تبرأ منهم قال هو بريء منهم وما في نادهم الله يبقب الإيمان إذا كان أعتقد الاعتقاد الشبا هددا ذكر الشاريح الكلام دا ها قال وأكد لي بيكون شنو كونهم اندهم قائد الأصولين بيذكروها بيقول لا يضر مع الإيمان زنب أصلا دول المرجعة ترى كان انتك آمن لا إله إلا الله محمد رسول الله آتقدت في قلبك دا جدي كان تسوش شنو كلا طالما إيمانك قائد دا زنبك دا ما بضرك دا اعتقادهم باقتصار ها الإمام عبد الله بن عمر بدر بيأكد لأبوائل كلامهم فسوق دا قال لي لا أنا سميت من النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في المعاصي شنو بيقول لي سباب المسلم فسوق ميار المسلم دا فسوق إلا أن السباب هنا إبراهيم الحربي فسر قال السباب دون السب السب ميارا نادم بالشقل الفوقة والسباب كان ميارا نادم بالشقل المافوقة ها هنا تنين جتا فسوق الفسوق هنا هو بس الخروج من طاعة الله كان انت أن يرمؤمن بل زمده انت خرم من طايد الله تبارك وتعالى هالخروج من طايد الله معناته شنو الله تبارك وتعالى بيقول لك يا تسوهي انت سويت خرم ولا ما خرم خالف الله تبارك وتعالى وهجم هنا معارضتك ولا مخالفتك الله تبارك وتعالى هذا معلوم إن الله تبارك وتعالى ومعلوم إن ملائكته بسلك بر من طايد الله تبارك وتعالى النبي بقول لنا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقتال المؤمن القتال هنا المقصود بي من المفاعلة مقاتلة مفاعلة بمعنى كالمسلم قاتل مسلم أخده كفر أما الكفر هنا كفران بنعمة الله وكفران بحق أخيه المؤمن ما الكفر اللي بخرج الإنسان من الملة مثل ما شرح ابن حجر رضي الله الكفر هنا المقصود بي الكفر هنا نعمة الله الكفر بنعمة الله تبارك وتعالى إذن مقاتلة المؤمن هي كل كفر إذن هنا الحديث ده بطالب المؤمن بشنو بطالب المؤمن بكون أخيانك المسلمين إسلم شابل قلنا في الحديث اللي خلينا سبعه من سلم المسلمون من لسانه هنا هو بس سباب السباب بحصل باللسان الميار بحصل باللسان والقتال كان بحصل شنو بالإيدي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ها إذن كان قارنا الحديثين دي الخطيناها الجميدة بمعنى الإنسان بخارم من دائرة الإسلام أي ما بصبح مسلم كامل شرحنا القضية دي المقصود بالمسلم أي صفات المؤمن الكامل ببقى مسلم أرقط ما مسلم كامل قدام الله تبارك وتعالى إذن السباب والقتال ممنوعات بنص الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام إذن الفوائد اللي في الحديث دا قالوا يمنع منع تحريم سبب المسلم وقتاله السبب بسخل منك السباب ما نشيل السباب في الإبراهيم الحربي السبب مجرد تقول الشقول الفوق النادم كله ربنا سبحانه وتعالى ما نعني إنك ما لا نعني إنك عشان إنت ماك مسؤول منه المسؤول من مخالفة العبد ومن طائته ومنه من استقامته ومن عدم استقامته منه رب الإزة تبارك وتعالى نشان الحكم ربنا ما بوكل يوم القيامة بقول لي تال فلان تلتال إنت بوكلك أكرب لين البكان دا شيئك ما في الله بسأل متفرد الوحيد اللي بيحكم بين عبادة الله ينجينا منها خلاص الإمام البخاري بيستمر في الحديث رقم تسأة وأربعين بيقول حدسا أخبرنا قتيبة بن سعيد حدسنا إسماعيل بن جعفر أن حميد حدثني أنس ابن مالك قال حد أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم ألتمسوها في السبع والتسع والخمس البخاري جاب الحديث دا بدور بيأكد لنا الكلام اللي جا في الحديث القدامي بيكون خلي الأعمال خلي الإنسان بنفسه يأير ولا يسوي مجرد المخاصم ربنا سبحانه وتعالى برفع بها البركة دا قصد البخاري هنا في الباب قال عبادة بن الصامت بيقول النبي عليه الصلاة والسلام مرك لينا ليلة القدر من ليالي القدر من ليلة واحد وعشرين من تسعة وعشرين قال في ليلة من الليالي دا مرك لينا قال وإنه تلاحى فلان وفلان فلان وفلان دول دا قالوا هم بس عبدالله ابن أبي حضرت عبدالله ابن أبي حضرت وبكعب ابن مالك هم التنين هم قالوا بتحقو الكلام برواء الإمام مسلم في باب الإيمان هو كل جاب حديث شبدا لكن بتفصيله قال هم التنين دول تلاحوا أي تحقو كل واحد بيقول ليا قبيلة أنا بس صاحب الصحي انت ما صاحب الصحي يمتكئ خلاص النبي مرك بدور برفع لقاهم بصوف في حدث مسلم النبي بيقول فنسيتها نسيتها وهنين كان عند البخاري قال ربنا رفعها وما في خلاف بين التنين شتا ربنا رفعها مجرد الخاصم شت عندهم صحي ترى دا بيقول أنا بس صاحب الصحي دا بيقول آه انت ما صاحب الصحي ها قالوا ما للسبب قالوا سوو في البكان المامناسب سوو العمل المناسب في البكان المامناسب العمل المامناسب هو بس المقالدة ما مفروض المسلم بالمسلم الخصوم ما بتدخل بيناتهم تلاحى اي تخاصمة في البكان المامناسب كان سوو داخل المسجد عن النبي عليه الصلاة والسلام وقدام الشخص المامناسب كان في حضور النبي عليه الصلاة والسلام عشان غالبا النبي في العشر الأواخر باعتكف في لب المسجد داخل اذا سوو الشغل المامناسب في البكان المامناسب قدام الشخص المامناسب بسوه قدامه فخلاص ربنا سبحانه وتعالى رفع كانت هو ما سوى شغلهم دا من يقول في لبنا بيقدر بيشيف ليلة القدر بلا تأف كيفس أما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول شنو فتلاحى فلان فتلاحى رجلاني من المسلمين قال إني خرجت ليخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم النبي بيقول يا ريت هنا بس الفوق خير ليكم الشارحين بيقول حتى وإن كان بقاءها خير رفعينها هو بس الأخير لا ما لا عشان بخلينا نجتهد زيادة نطلبها زيادة كانت هو إرفناها قال يوم الكذبس يوم هذا ما فينا نبتائب نفسه سيمنى كلا برغد بنجمع كيه يوم وقتا كان بقوم بالدائي ها قال رفعينها دا فوق خير دا عشان المسلمين بيجتهدوا أكتر بزيدوا في حسناتهم ها قال التمسوها في السبع والتسع والخمسي ها قال فاتشوها فوق الليلة السبعة والعشرين ولا ليلة التسعة والعشرين ولا ليلة الخمسة والعشرين وفي حديث واحد كان التمسوها في التسعة قبل السبعة وقبل الخمسة اه اذا الحديث دا من فائدين الفائدة الخصومة بدل على أن الخصومة ممنوعة بين المسلمين بين الصحة الحديث دا مسلم مع مسلم دا دائما إذا حصل خصام بين مسلم والناس قاعدين لازم بتنافر إذا كان حصل تنافر دا حل يكون بالسلم تجتلقى المسلم أخوك تقول لي فلان انت شقيت فوقي كان اند حجة ببينها لك ما اند حجة اطلب السمح والعلماء بيقولوا لازم يكون حلينها يكون بيناتهم بسلم حتى إذا كان الإنسان بإنسان الخصومة بحلوها بالتفهم أشان النبي عليه الصلاة والسلام يمتخرم دا ما زجرهم ما قال لي عبد الله بن حضرب انت بيقع ابن مالك سويتوا ما كالكل سكت خلاهم وراهم شنائد خدمتهم قال لي خدمتكم السويتوا دي ما قال ليم قال إلا الله داو خير كبير جاء بنا لك ورفع بسبب كان هم بيقلهم دبي يقولوا بيعرفوا شنو خدمت سواها ما كنوسا إذن الخصومة ما واجب تدخل في المفاهمة بين المسلمين الفائدة التانية كان قالوا كل مكان سواء كان مسجد ولا ما مسجد كان الخصومة حصلت فوق دا البركة ربنا سبحانه وتعالى برفعها منا والكلام دا ذكر الإمام النووي مجرد خصومة حصلت دا ربنا سبحانه وتعالى برفعها أما كان رجينا ليقوا حديث نقبول العمل تشيب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول شنو أخروهما حتى يصطلح كان جو بقصوم للناس حسنات عملهم دا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول المتخاصمين دل خلوا خدمتهم خلوا سواب عملهم ياتانطم لا يمتقن الصالح إذن شيء مكنوس من رواهد الله استرنا و الله انجينا من نباركة الرسول صلى الله عليه وسلم رأس البخاري انتقل بين للباب رقم 37 باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساء وبيان النبي صلى الله عليه وسلم قال الباب دا باب فوق سؤال النبي سؤال جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم سأل عن الإيمان والإسلام والإحسان والإلم الساء البخاري جاب في روايته وإلا إن مسلم السؤال سأل النبي سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان لكن ابن حجر رضي الله عنه قال السرط المخالفة هنا ما من النبي عليه الصلاة والسلام وإنما من الرواة الرواة هذه أهيانا تيرفى استقاد تغييرهم وزيادتهم مقبولة في الحديث في علم الحديث إذن الواحد منهم ذكر الإيمان قبل والتاني كان ذكر الإسلام قبل هقال ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا هناك كل البخاري جاب البكان لابدور بأكد لنا أن الأعمال تدخل في الإسلام وكل الأعمال هذه يطلق عليها دين والإسلام والإيمان بمعنى واحد إن البخاري رغم أن العلماء اختلفوا ألفوا فوقها انخطب كثيرة كون بين الإسلام لكن الرأي الصائب ولا عليها أهل السنة والجماعة قلنا في بداية أول درس الإسلام والإيمان كان اجتمعا باختلفا كان اختلفا كان كل واحد بينطي معنا هنا قبيلة كلام واضح كان ذكرت الإسلام المسلمين بحد أنت تيرب بكون هم مؤمنين كان قلت المؤمنين قلت الشر أنت تيرب بكون هم مسلمين أما كان قلت الإيمان والإسلام لازم كل واحد تانطى معناتا اسم معناء اللغوي داء الرأي اللي أليه أهل السنة والجماعة خلافا للإمام البخاري وبعض من الأيمة السابقين قبله بيقول شنو الله سوهبذر بأكد رأيه حتى استدل بآية من القرآن بيقول وقوله تعالى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ أخبرنا أبو حيان التيمي أن أبي زرعة أن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك أن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها بخلاف رواية مسلم إذا ولدت الأمة ربها شار رواية مسلم جاءت في الأربعين نبي وهي المشهور عند الناس أكثر إذا ولدت الأمة ربها هنين وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان وفي رواية للبخاري إذا تطاول رعاة الإبل البهم جذب النصب وبالضم كلها البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا قال هذا جبريل جاء يعلم الناس جات في حديث مسلم شنو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه حتى إذا جاء الغريب لا يعرف من هو فطلبنا منه أن نبني له مجلسا حتى إذا جاء الغريب يعرفه فبنينا له دكانا من طين فكان يجلس عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام في البداية الأمر بقوة أن بيناتا الناس ساكت كي بس خلاس قال كان نادم جاء الغريب جاكولا بيقول وين محمد بيسأل وين النبي محمد الشيئة بإيمانة لقد في طبيعة الأعراب كان وين محمد ما في شيء بيقولك بس وين هو خلاس الصحابة ردوان الله عليهم قال طلبنا من النبي عليه الصلاة والسلام نخصص لي مجلس اللي بيقول فوق كان الغريب جاء النادم الضيف جاكولا بإرفة بي ها قال سوينا لي مجلس من طين بنينا لي خلاس النبي بيقول فوق من بين من ضمن الفوائتنا الحديث ده القرطبي استنتج قال جواز جلوس العالم على مجلس مرتفع دون غيره جواز منا كان شبت الإمام مالك بيجلس على مجلس مرتفع حتى كان جيد على شيخنا رضي الله عنه بيجلس على مجلس شنو مرتفع شوية اه ده مخمخوص من الحديث ده قال النبي عليه الصلاة والسلام بارزا يوما للناس أي بعض ما سوه لي بعد ما سوه لي المجلس نطين ده الدكان ده قال قائد ها قال جلية راجل الراجل هينين جلية ملك هو بس الملك جبريل جلية في صورة الإنسان في صورة الراجل جلية سأله قال لية ما الإيمان الإيمان ده شنو وفي حديث مسلم كان بيقول جل النبي عليه الصلاة والسلام قال السلام عليكم أولا سلم ثم خصص النبي عليه السلام وهذا قال لي السلام عليك يا محمد ها خلاص قائد في طرف الفراش وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أدنوا مني انت بس قرب مني ها ها الراجل دهنين صفاتا لجباها في حديثنا مسلم بيقول شنو اصطلاع علينا رجل شديد بياض الصياب شديد سواد الشعر لا يرا عليه ألسل السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخزيه ها الراجل دهن تجدع قال لابس لباس أبيط ناصع نظيف وإن درائيها الطيبة وما في لي ألامك نادم جا من السفر ولا نادم في مشقة السفر ظاهرة فوق قلا قال جدا خلاة جا جئت جنب النبي جئت شبج لوسل الصلاة فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه كان على فخزيه قال الضمير راجل النبي عليه الصلاة والسلام من طبيعة الأعراب جاء جئتك جدام النبي وخط إيدك فروكب النبي عليه الصلاة والسلام ها ها خط إيدك فروكب النبي سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا قال النبي سوى كما له على اللي الشارع قال أشان بدور بودر نفس أشان الناس القايدين يقولوا أعرابي بس صحي بس كان توجه والأدب وأورد بأرفو بملك أما سوى الصفات هنا الأعراب البسوى دي كت سواها جبس من بأيد بس يا محمد ما الإيمان شبكي لكن قال ها 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 يدو جئت لنبي عليه الصلاة والسلام في رواية هنا البخاري هنا وفي رواية مسلم كان قاتل ها قال للنبي عليه الصلاة والسلام الإيمان الشنوف قال أن تؤمن بالله قال تآمن بألله تبارك وتعالى بحيث مبتشرك بيّ تآمن بألله تبارك وتعالى هنا تعرف صفاته تعرف أسماءه الواجب في حقه والجائز في حقه والمستحيل في حقه دي كت واجب للمؤمن واجب إرفه أول ما يجب على المكلف شنو تصحي إيمانه تصحي إيمانك بشنو بمعرفتان هن دلده شنو الصفات الواجبة في حق الله تبارك وتعالى كون الله دا واحد من صفات الوحدانية الوجوب والقدم والحياء وغيرها كلها الصفات الواجبة والجائزة في حق الله والمستحيل تتعرف أن هنا قصد أن تؤمن بالله وقيل أن تؤمن بالله أي توحد الله تبارك وتعالى كون ما في إله بل الله تبارك وتعالى دا بس على الليب ولا تشرك به شيئا ما تقول بمشي مع الله واللات والأزد قالت آمن بألله تبارك عشان السائل دا جاء عشان سبب ورود الحديث الإمام مسلم زكرة عشان النبي سأل الصحابة قال لهم أسألوني فوق الدين وهم كان أستحي وشافة تقول النبي عليه الصلاة والسلام ما قدروا بيسألوا عشان دا الله جاب الملك جبريل عشان بيسأل بالنياب عنهم وبعلمهم هم كان الدين قال لهم ما تشركوا بأله قال لهم وتقيموا الصلاة إنين الصلاة المكتوبة الخمسة الصبح والظهر والعصر والإشاء بخلاف من أوجب الوطر في ناس قالوا الوطر كل واجبة قالوا الصلاة إنين المقصود أن تؤمن بالله أولا عفوا وملائكته تؤمن بالملائكة قالوا الإيمان بالملائكة هو بس مثل ما ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بي في صورة الأنبياء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه قال شنو بل عباد مكرمون عباد مكرمين عباد طائين لا يعصون الله ما أمرهم ولا يقعلون ما يمرون ما هم إباد الله ولا هم شقلاء إيال الله ولا هم نسوان بل إباد الله خلقهم لطائت الله كرمهم وعظمهم ودرجهم ما بخالف الله فوق دي الواجب أن نادم إيام بي ديكلا أن تؤمن بالله وملائكته قال وكتبه ابن حجر أسبد وبلقائه قبل وكتبه بينما المتن حن البخاري كان مسبد فوق وكتبه قبل ولقائه هنا العلم الكلم وفوق المسألة ديكلا أسبد القال وكتبه شاف أيت البقرة آمن الرسول بما أنزله من ربنا كلنا آمن بالله شنو؟ وملائكته وكتبه ورسوله الشافة هدى أسبد الآية هلت البقرة كونين قولا شد برد للرواد بس المارد هنا الآية دي قولا كان شرها باللقاء آها هاني جيلا هنه إذن هنين بلقائه اللقاء ربنا سبحانه وتعالى صف أسبتها للمؤمنين ونفاها من الكفار الكفار ما آمنوا بأله تبارك وتعالى كن رجعنا لصورة يونس ربنا سبحانه وتعالى بيقول شنو إن الذين لا يرجون شنو لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عنائتنا غافن أولئك معواهم النار بما كانوا يكسبون إذن بمعنى صفة وفي صورة الفرقان بيقول وقال الذين لقاءنا لو لا نزعنا ملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوءتوا كبيرا إذن المؤمن كان إيمانا ما بيكتمل إلا إذا كان آمن بلقاء الله تبارك وتعالى بينما العلماء اختلفوا قالوا اللقاء المقصود ده هنين شنو هل اللقاء هو بس مقابلة الله شوف الله تبارك وتعالى هادي ولا اللقاء ده هو بس خروج الناس من القبور وبسوقوهم للوقوف في المحشر هادي الراجح ده هو بس خروج الناس من القبور شغلاء بعد خروج الناس من القبور أي الوقوف في بكان الحساب ده المقصود بيه بس اللقاء عشان الإمام أني قال ما في إنسان بيقدر بحكم لنفس بلقاء الله تبارك وتعالى عشان الله أخص بها المؤمنين وما في نالهم بيقدر بيقن في نفسه أنه بموت مؤمن ولا ما مؤمن لكن ابن حجر رد لي هنين قال لا الإيمان حتى كما بتحقق فوقه لا لازم من بآمن بها هنين ما بيكلم فوق بكون تصبت ليا ولا ما تصبت ليا لا بيكلم فوق الإيمان بها هادي قال المؤمن واجب بآمن بيكون بلاقي الله تبارك وتعالى لقاء الله لكن اللقاء اللي بيقولوا هنين ما اللقاء لبعد الجزاء رؤية الله تبارك وتعالى والأولماء اختلفوا فوق المسألة دي كثير والشارح كل أشار لها حتى رؤية الله تبارك وتعالى هل تجوز في الدنيا ولا ما بتجوز قالوا ما عاد النبي عليه الصلاة والسلام عشان النبي في حديث مسلم لن تروا ربكم حتى تموتوا أما قضية النبي قضية استثنائية وأشار لذلك الإمام ابن حجر النبي عليه الصلاة والسلام سبت كثير كون قابل الله تبارك وتعالى وراءه ومسألة مسألة عقيدة ومانة فدائي للخوط فوقها إذن الإمام ابن حجر هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام شوف لأ الله ما بدخل فوق المسألة دي وإنما بقيت أحد الناس كان ما بيكون بيشوفوا الله تبارك وتعالى إلا ولي الحساب ولكن بعد الهساب في الجنة ربنا بيكشف لين بيشوفوا حقيقتا نزين دا الإيمان بلقاءة والإيمان دا كتب كان تآمن بالكتب اللي الله نزلها بكيد قرآن التوريد الزبور الإنجيل صحف إبراهيم صحف موسى كنت تآمن بها كون هنا دي الله نزلها لكن الإيمان القرآن التحريف ما دخل فوقها بينما الكتب القدي تآمن بالشقل أجبها فوقها قبل التحريف أجبها فوقها قبل التحريف دا كل ربنا سبحانه وتعالى نزل ودولي لك تخدم بال الله قال يساود تخدم بي دا الإيمان بالكتب هنا المقصود ثم الإيمان بالرسل تآمن بجميع رسل الله تبارك وتعالى هنا بدخل فوقها النبيين عشان الآية ذكرت النبيين ما ذكرت الرسل هنا كان ذكر الرسل في الحديث النبيين دولي بدخل فوقها عشان كل مرسل نبي وليس كل نبي مرسل ما في التفسير جميع المفسرين قالوا والنبيين بدخلوا فوقهم جملة المرسلين هم المرسلين اللي وردوا في القرآن هم الخمسة والعشرين دولار في تلك حجتنا لآخرها وردوا عشر تماني دا بز الشائر جماعا بيقول في تلك حجتنا فيهم سمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل داود بالمختار قد ختموا دولة جملة أننا دمال بدورهم يقبل لآياتنا وتلك حجتنا في صورة الأنعام بالقاهن هن الأشر ثماني ذاكرنهم الماذكرون هناك إدريس وحود وشعيب وصالح وذو الكفل والمختار صلى الله عليه وسلم دولة جملة الخمسة والعشرين الإيمان بيهم لازم الإنسان بآمن بيهم وتؤمن بالبعث وهنين تآمن بالبعث كون الناس بعد الموت ببعثوهم كده كلا عشان ديكلا من الخصال اللي كفرنا كرينها آية في صورة النحل ربنا شير بقول شنو واقسموا بالله جهد أيمانهم شنو لا يبعث الله من يموت الله كان كدهم قال بلا وعدا علي حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال وتؤمنوا بالبعث عشان القفار ما مؤمنين بالبعث فالإمام البخاري هنا بقول في الحديث ده رواء النبي أن المؤمن إيمان ما بيكتمل إلا إذا كان آمن بالبعث شبقوا لنا ربنا في صورة النحل بقول وَاقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا علي حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون إذن الإيمان بالبعث كل من الواجبات شار الشار أن البعث حصل بحصل مرحصل أولا اللي دهاب الإنسان مثلا سلو من العدم وبشيل معنى سلو خلقوا من قسلو من بطن أما ثم البعث الأخير كان بعد الموت اللي بيقيم الناد من التراب بودوه بسوق لأرض الحساب قال قال ثم الملك دسأل قال قال ما الإسلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام شنوه في رواية مسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هنا في رواية البخاري أن تعبد الله الإمام النووي في شرح بيقول أن تعبد الله بمعنى المعرفة المعرفة وكثير من الصوفية كُلاء بيفسروا العبادة killed الله هنا بالمعرفة أشان شيخ الإسلام في روح الأدب بيقول شنوه يعني بيعبدوني يعرفوني يعني بيعبدوني يعرفوني أنا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني يعني بيعبدوني يعرفوني كالرجال أما ابن حجر رضي الله قال لا هنا إبادة الله تبارك وتعالى المقصود بها أن نطغ بالشهادتين وليست المعرفة قال ولا تشرك به وما تشرك بالله تبارك وتعالى وتقيم الصلاة المكتوبة التي بسألناها الظهر والفجر والظهر والعصر والإشاء بخلاف التي أوجبه الوثر كلها قال وتؤدي الزكاة المفروضة هنا خرجت منا الزكاة المواجبة الزكاة المندوبة مثلا لا إحسان ولا الصدق وغيره إلا الزكاة المعروفة دي كل من الإيمان وتصوم رمضان كان شهر رمضان جا كل تصوم هذا سأل النبي قال لي ما الإحسان؟ الإحسان شنوه؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هنين العلماء الكلموا فوق المسألة دي كلام كتير باختصار كلام الإمام النووي هنين قال قال المقصود بالكلام ده المؤمن بأبد الله كان بأبد الله شبق الدامة والدامة وهو بشيفة وهو بشيفة ده بهاو القدر الإمكان ما بخالف ما بسوي أي خطأ بود الإبادة على أتم وجه ها إذا كان ما سبت ليه بشيفة الله ده يئرب بكون الله بشيفة البسوي كان هو بشيفة في الله ده يسوي كان الله كان هو ما بشيفة الله الله بشيفة ده تفسير الإمام النووي ليه باختصار دون الكلام الكثير بينما ابن حجر جاب رأي بعض الألماء منهم القرطبي وغيرهم قال هنين أن تعبد الله تهاول تحسن تتقن إبادتك حتى شبكا تشيف في ربنا سبحانه وتعالى كما ابتشيفك لربنا سبحانه وتعالى بشيفك أشان ده سوى نظيفة اكتبوا ليك حسناتك نظيفة وهو ده وركن أساسي عند الصوفية متخزين وبانين فوق مذهبه من أول لآخر المذهب التصور الصوفي كتبانين فوق هده ده والإمام النووي في شرحة أشار لنقطة مهمة فوقه قال قال المؤمن واجب إعرف بكون ربنا سبحانه وتعالى مراقبين في كل حركة وسكنة عشان ده العبادة دي يحاول قدر الإمكان يعبد الله بأتم الوجوه هس شيف إن دنا طبيعة وهدي أنين هنا العبادة مثلا كان ورد كان صلاة كان وظيفة كان غيرها نسويها لمنه نسويها لالله تبارك وتعالى الواحد كان قدام سيدة ما بيقدر بيقود المقد اللي بيقوده فوق الوظيفة صحيح جائز شيخنا ذكره في النهج الحميد بيكون للمريد النادم اللي بيأدي الوردة بيكون جلسة التربع وبيكون جلسة على حيئة الصلاة جتة بيجوز عشان ما يشقه لالنادم المرضان يقول اجبر نفسه أما انت نصيح لتلقى تمام الخشوع كله كان في وظيفتك ولا في وردك كان جئتك الادب البنغوصك شنو؟ البيحكرك كمالا چتة عشر وكم دقيقة؟ أما اننا بالحكر أو التلفون في ايدا ولا وايض ممكن بالدالة بسي فيك النام جالية كله هم 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 بيقشير إذن الطمأنين البدوروها الإتقان البدوروه دا ما بيلاقي بالحال دي الواجب للإنسان البعبد الله تبارك وتعالى دا لازم إيئرب بكون ربنا سبحانه وتعالى داوا بشي فوقا قو انتر شي فوقا كان اليوم بس قالوا داوا قبنا ناداك ولا نادم كبير كنا ناداك ولا بيكان تدخل كل ما تتعرف ها الله سي من باب أولى؟ الله من باب أولى إذن الإخلاص بأتم الوجوه وبالخشوع بتمامة وبالطمأنينة مطلوبة من العبد والعبد مطالب بها في أي عبادة بقدمها لالله تبارك وتعالى سواء عبادة واجبة فرض ولا عبادة بسويها من بنيت التقرب لالله تبارك وتعالى ما مفروض فوقا دا باختصار بسيط الكلام قالوا في الإحسان هنا قال متى الساعة؟ هسأل قال ليس ساعة شنو؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ معنى الكلام دا قال لي السائل البعرفة دا ميقال السائل تقول ما بيعرف منا شي لا كلام النبي عليه الصلاة والسلام والعلماء أكثرهم فسروا قالوا أن الإنتجيد السائل دا تعرفة وبأن البعرفة كون إلمها دا الله وهي دا تلبس بعرفة دا دا بس هو ما قال نفي العلم أن الله تبارك وتعالى لا النبي بيعرفة النبي بيعرف والملك جبريل كله بيعرف بكون علم السائد الله متفرد بيه هو هذا بخلاف الناس القدس سامئين والصحابة دا التعويل كالرجع للسيط يقول في كتابه كل نفسه للبخاري كله دبس شرحة النووي يقول في شرحة كله دبس والإمام ابن حجر كله دبس شرحة ليا كون العلم اللي عندك فون الله مفتا ومتفرد بهذا دبس أن أقول الاندي أن النبي محمد كله دبس الاندي فوقها في الحديث تاكا بيقول لي فأخبرني أن أمارتها هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليا سأخبرك ووسأخبرك أن أشراطها بقول ليك ألاماتها قال إذا ولدت الأمت ربها وفي رواية مسلم إذا ولدت الأمت ربتها العلماء ابن حجر بقول العلماء أختلفوا فوق مسألة مفهومها أن الأمت ربتها دا لثمانة أشياء لكنه بيختصرها في أربعة الأولان قال الفتوحات بيبغن كثير والمسلمين بتغ بدخلوا وبيلغوا نسوان الكفار وبسوها أبيد بشولوها خديم وكذا وبيجن بولدا منهم بولدا لهم كم بولدا لهم أسيات قالوا دا المعنى الواحد بهاي ستل ببيئ المرة ببيئ المرة كيمت ولدها بيشريها ولا ولد بتها تجت الشريها دا الرأي الواحد الرأي الثاني قال لا أمهات الأولاد بس أنا لم يشر بأم ولدا عند أم ولد خادم تولد ليا وبيئها وولدا قائد ما طاقه كم بشري ببيئها طاقه كم بشري ببيئها يمتل ولد الدارية بكبر بيشري أمه كله ما بدري ذا الرأي الثاني الرأي الثالث هو بس قاله كون الأرب بيقبلوا الأمر والملوك بيقبلوا بياخدوا الخديم بدل من بياخدوا الأحرار في بدايتهم بتفاخروا أنا إندي أحرار وآخر الزمان يوم بيجي كان بياخدوا الخديم أكتر بيصبعا هن موضي هن تفاخر بين الناس ذا الرأي الثالث الرأي الأخير هو بس كون أن أكون العقوق عقوق هن الوالدين بيبقى كثير في آخر الزمان الولد بيعمل أم وآبو كأنهم خديمة ودي بس الإمام البخاء الإمام ابن حجر كالرجات للشرأل حققها قال عقوق الوالدين بيبقى كثير في آخر الزمان كان شفت العقوق بمعنى السقير بيعمل أم وآبو كأنهم لا شيء كأنه هادي الفاهم ولا الدنيا شتى أنطوليه كأنه بيشيفهم موائين ونقدر نمثل ليه الشغل ده شغل كثير حسا مثلا الإنسان في آخر الزمان حتى ما عقوق ظاهر قوله تلقى الإنسان داك ليه بيت نظيف وبيس رايرة بيش قوله كب تي مش تلقى أبو فراش أبو الراجد فوق يمت ترسى ليا بيأكل في بيته أحسن أكل تلقى أمو بيأبو تابانين بيقول في الشهر ولا في الدورة بيجي بيشاكيم لهم بيش قول شيئكي دا چتة من علامات هنا الساعة ودبس أن تلد الأمات ربتها دا قال كثر العقوق ودقول بيئدو من العقوق عشان دا المؤمن يهاوي الإعرف بيكون ربنا سبحانه وتعالى في القرآن من أول لآخرة ما ذكر إبات في البكانات إلا وجمع الوالدين وعبدوا ربكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين قل تعالى وطلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين جميع الآيات جن إذن حق الوالدين بعد حق الله تبارك وتعالى الإنسان لازم إيرب بيكون في الدنيا الرزق البيأكل وبشربون أكل بلطائت الوالدين ما عند لياه في الآخرة كم ما عند كلام توأكله حتى سيدنا عمر رضي الله أنه عبد الله بن عمر أخذ ليا مر بريدها مر واحد عبو قال لي طلقها قال لي ما بطلقها مش شكل النبي ومتعبو أصر 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 مش للنبي عليه الصلاة والسلام قال لي عبو يتر بيقول لي إلا أطلقها أطلقها وأنا بس أخذتها وأنا بس كفي الصداقة النبي قال لي كان تدور الله وتدور رسوله وتدور الأخرة طلقها منا إذا انطائت الوالدين لابد منها ده هنين قال وأنت لدى الأمة ربتها فسروه هنين بي قال وإذا تطاول رعاة الإبل ألبهم في البنيان قال كان البنيان هنين ألكلموا فوقه كل كثير قالوا المقصود بي كون ناس البوات بجلل برني وأن الله بفته لهم وبتفاخروا بالبنى الطويل وحاصل هدك له وقالوا لا الرعاة الناس اللي الزمان بسروا للناس بهايمهم هم بس الرعاة بس بيقبلوا بجوا الله بفته لهم وبدخلوا في لب الناس وبتفاخروا بابنوا وكذا إلى آخرها كلمة البهم هنين قالوا المقصود بها القرطبي قال كلام قال المقصود بالروعات الزرك أما كلام ما نأخذ الدين بي يعنينا قال من حيث الآطيفة ما نأخذ الدين بي إذا كان جاء على الرفعة البهم دا قال الضمير برجع للروعات أما إذا البهم كان قال الضمير برجع للإبل بمعنى الابل رعاة الابل الهمر هم بس كان دخلوا في لب الهلة وبنوا بنوا البيوت وتفاخروا بالبناء كدير لكل من الامات الساعة لكن الكلام ده باختصار بسيط ده اهل البوات والناس ضعفاء الناس وارازلهم هم بس في اخر الزمان بجو بدخلوا فوق البرني والمال بكتر اندهم وببنوا وبتفاخروا بالبناء كان شفته ده حصل ده دير لكل من الامات الساعة باختصار بسيط قال ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قال ايا ان الله اخر سورة الوقمان ان الله انده علم الساعة وينزيل الغيسة ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان الله علم خبير قال ديلا مفاتيح الغيب اللي ما في نادم بعرفها الا النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ادبر النادم الجسة على الملد مشاء قال لهم بعد شوية قال لهم رد لي نادولي النادم دا قمو تبؤو مالغو ما شافو النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم دا جبريل الملك جبريل بس جبعلمك دينكم قال ابو عبدالله جعل ذلك كله من الامان الشقالة ديلا چت جملتها اند البخاري بعدوها من الامان بمعنى الامان والاسلام بمعنى واحد الله يرزقنا الاتباء الصحيح السالم والله اجمعنا ما النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الحمد لله